اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هم من قال بالجواز طب انا راجل بصوم في شهر شعبان جه صيامي يوم 30 اعمل ايه بقول له ينفع ان انت تصوم يوم 30 اذا وافق هذا اليوم عادة يعني واحد بصوم طول حياته اتنين وخميس وافق يوم التلاتين ده يوم الاثنين او يوم الخميس فينفع اصوم اقول له اه ينفع تصوم وده مش حرام وجائز شرعا ولا شيء فيه او ممكن واحدة كان عليها قضاء من رمضان اللي فات وبتكمل في الايام اللي فضل عليها قبل رمضان وجه يوم 30 ده ضمن الايام اللي هي بتصومها ينفع تصومه اقول له ينفع تصوميه وهذا ما عليه الفتوى والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم